تحت عنوان خارطة طريق الاقتصاد تنافسي انطلقت فعاليات المؤتمر الاقتصادية التي تستمر حتى سلطاء المقبل بمشاركة الرئيس عبدالفتح السيسي وخبراء واقتصاديين لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصرية وفي كلمتي خلال انطلاق المؤتمر أكد الرئيس السيسي أن المؤتمر الاقتصادي عبارة عن نقاش مفتوح عن مصر وأحوالها مؤكدا أن الأزمة التي تعاني منها مصر تتطلب إجراءات عاجلة وجذرية وأوضح الرئيس السيسي أن نتائج ومخرجات المؤتمر الاقتصادي ستمثل الدعائمة والركائز لمصاري الإصلاح وفي كلمته تطرق رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى أنه تم الانتهاء من 17 مجمعا صناعيا بتكلفة أكثر من 10 مليارات جنيه في 10 محافظات مشيرا إلى تطوير البنية الأساسية والمناطق الحرة والصناعية أمام القطاع الخاصة كما كشف رئيس الوزراء أن الدولة خاصصت 30 مليون متر مربع أراض صناعية بعضها دون مقابل في الصعيد لتشجيع المشروعات الصغيرة وإطرح المؤتمر الاقتصادي خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية خلال جلساته فرصا استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص في العديد من القطاعات ويناقش المؤتمر التحديات التي تواجه قطاع الصناع في مصر والفجوة التمولية كأحد التحديات التي تواجه القطاع الصناعية كما يناقش المؤتمر آليات وسولة معالجة أزمة الفجوة التمولية وحل مشكلات المستوردين وآليات تحفيز القطاع الصناعية ويركز المؤتمر على التيسيرات والإجراءات التي ستقوم الدولة باتخاذها لدعم المستثمرين والمصنعين والمصدرين المصريين في جميع القطاعات والعمل مع مجتمعات الأعمال على تعظيم الاستفادة منها وتقديم مقترحات بتطويرها ويستهدف المؤتمر إلقاء الضوء على جهود الدولة لتهيئة بيئة أعمال جاذبة وضامنة للإستثمارات الأجنبية والمحلية ودعم وتشجيع البحث والتطوير والتصميمات الصناعية المبتقرة بالإضافة إلى تنمية ورفع قدرات العنصر البشرية وأكد خبراء على أن المؤتمر سيركز على ملف الصناع والاستثمار بشكل مباشر واعتبروه فرصة ذهبية لمناقشة الأوضاع والأراء الاقتصادية في الجمهورية الجديدة التي بدأت في الانطلاق وأشاروا إلى أن المؤتمر الاقتصادي يعد فرصة كبيرة أيضا للخروج بتوصيات من شأنها مواجهة المتغيرات العالمية التي كان لها أكبر تأثيرا على اقتصاديات الدول والعمل على مواجهة ارتفاع الأسعار عالميا وتخفيف الأعباء عن المواطنين وللقاء المزيد من الضوء على أهم المحاور التي وردت في مناقشات المؤتمر الاقتصادي المصري اليوم نرحب في هذه الحلقة بأستاذ الدكتور أحمد أبو اليزيد الأستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس ورئيس الهيئة الاستشارية العليا لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أهلا وسهلا بحضرتك أهلا وسهلا بحركم أستاذ المشاهدين يعني حضرتك كنت من الحاضرين والمشاركين اليوم في المؤتمر ما هي أهم المحاور والنقاط التي لفتت نظر حضرتك يعني في الواقع المؤتمر جيه في لحظة فريقة وهمة جدا بيعاني منها العالم كله من حالة تضخم وركود وتأسر العالم كله أجمعين في الأوضاع الاقتصادية والحياة المعيشية للمواطنين بكل دول العالم وليس مصر فقط نعم حالة غموض وحالة من عدم اليقين وتقدر تقول عليها حالة من الضبابية وحالة من أنك أنت مش عارف إيه اللي هيعزك عشان كده بنقول عدم اليقين اللي بيحصل ده طبعا يمكن ظاهرة لم تحدث من ذي قبل لأن هي كان زمان لما بيحصل مشاكل كان بيبقى متدخل فيها عنصر لكن إحنا لو نجي نتكلم على الأوضاع الاقتصادية العالمية إحنا عشنا أزمة كبيرة جدا اللي هي كانت أزمة كورونا وأزمة كورونا دي عملت تعطل لقطعات انتاجية كبيرة في دول كبيرة من العالم وحصل تعطل في سلاسل الإمداد عملت صدمة للاقتصاد وركود بعد هذا الركود لما جاء الموضوع بتاع كورونا يبدأ يتلاشى شوية شوية ويحصل تعافي فوجئنا بصدمة أخرى حصلت لها سلب الطاقة فحصل جموح لأسعار الطاقة نعم سواء كان غاز سواء كان بترول سواء كان مشتقات الطاقة كلها هذا الجموح اللي حصل في أسعار الطاقة أثر على الأسعار الخاصة بمنتجات كتيرة جدا زي تصلها بالطاقة وإحنا على فكرة لما بنتكلم عن الطاقة الطاقة دي عاملة زي الماء يعني الطاقة بتساوي حياة زي ما الماء كده بتساوي حياة ولاحزنا أن الأزمة بتاعت الطاقة أزمة متصعدة فبقت حلقة تانية من ضمن العقد اللي رجبت على الأزمة بتاعت التضخم والركود اللي حصل نتيجة أزمة كورونا بتعطل سلاسل إمداد بإغلاق فحصل شلل للاقتصاد ومع كل ذلك والحرب مستمر وبعد كده دخلنا في موضوع تاني اللي هي النزاعات الجيوسياسية لقينا الموضوع بتاع أزمة روسيا وأوكرانيا وفي نفس الوقت اللي هو بيحصل فيه الأزمة بتاعت روسيا وأوكرانيا لقينا تحالفات بتتم وأقطاب بتتشكل من أول وجديد لرسم خريطة سياسية اقتصادية جديدة أصبحت تستغل عوامل تخش في الضغط على دول اللي احنا شايفينها دلوقتي اللي هو موضوع الغذاء لم يكن منذ قبل الغذاء بيخش كعامل مؤثر في ضغط سياسي على دول مثل ما يحدث الآن هو رئيس مجلس المزراء ضمن كلماته قال إن الموقف الاقتصادي العالمي لم يحدث منذ ثمانين عام بالفعل يعني تأثيرات الحرب العالمية الثانية تكاد تكون متشابهة مع تأثيرات الحرب الأوكرانية تماما بل أنا أقول لحضرتك حاجة وأنا مش بهول أنا بتكلم عن حقائق الوضع أصعب كمان ليه؟ لأن أيام الحرب العالمية الثانية كانت كانت فيه هدف واحد نزعات جايوسياسية الهدف منها برضو تشكيل كيانات جديدة سياسية واقتصادية وعقبها إن فيه دول استغلت موارد دول اللي احنا شايفينه دلوقتي دي أزمة مركبة بدأت بكورونا بدأت بتضخم بدأت بكساد بدأت بركود بدأت لجموح لأسعار الطاقة أثرت في كل المنتجات وكل دايرة حياة الدول الاقتصادية نعم أعقبها بعد كده حضرتك النزعات اللي هي السياسية اللي ما بين الدول والحروب أعقبها بعد كده جزء من المزانية الدول بدأ يروح للأسلحة أعقبها بعد كده غضب للطبيعة اللي احنا بنسميها التغيرات المناخية الجامحة التي نعاني منها الآن اللي احنا إن شاء الله بصدد مصر استضافة المؤتمر المناخي كوب 27 اللي سينعاقد في شرم الشيخ اللي مصر بتحتضن فيه كل دول العالم لمنقشة ماذا ستفعل الدول تجاه التخفيف والتكيف من هذه التغيرات المناخية طب حده هيسألني يقول لي الله طب هو العالم يعني إيه تغيرات مناخية التخفيف والتكيف والتنفيذ بدءا من تشريعات بدءا من تمويل بدءا من عمليات تحديث والحاجة التانية اللي أنا هقول عليها إن علم الاقتصاد دلوقتي ما بقاش يعتمد على الموارده بس بقى يعتمد على من الذي يمتلك التحديث ومن الذي يمتلك التكنولوجيا ومن الذي يمتلك آليات الابتكار لأن أصبحت أسلوب عصر لهذا من ضمن أهم محاور هذا المؤتمر الاقتصادي نعم إيجاد سياسات تسهم في زيادة تنفسية لاقتصاد المصري ومروناته تمام اسمح لي هذا المحور وغيره من المحاور الخاصة بالمؤتمر سننقشها بعد قليل بعد متابعة موجز لأهم الأنباء أهلا بكم مرة أخرى مشاهدين ما زلنا معا في هذه الحلقة من برنامج من القاهرة حيث نلقى الضوء على أبعاد ومحاور المؤتمر الاقتصادي المصري ونجدد الترحيب والتحية بالأستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس الدكتور أحمد أبو اليزي أهلا وسهلا بحضرنا أهلا وسهلا بحضرنا نود أن نلقى الضوء على محور مهم من أهم محاور المؤتمر وهو التوافق على خريط الطريق الاقتصادية خاصة أن من الواضح أن الأزمة الاقتصادية العالمية يبدو أن تبعاتها ستستمر لفترة وهناك رؤية من الدولة في الأوين الأخيرة وتوجيهات من الرئيس بإصدار أو تشكيل خطة أو خريط الطريق لمواجهة الأزمات وتدعيات الأزمات العالمية وتأثيراتها على الواقع الاقتصادي الداخلي نحن نتكلم في المؤتمر في تلات محاور التلات محاور دي الهدف منها رسم خريط الطريق للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية والمحلية وإزاي نكتاز هذه الأزمة من خلال أن نحن نمكن المستثمر سواء كان مستثمر محلي سواء كان مستثمر أجنبي إزاي تساهم في دخول القطاع الخاص في الأصول الموجودة إزاي تعمل جذب للمستثمرين لعمل استثمارات جديدة وإزاي تحسس المستثمر بنوع من الاطمئنان يعني عاوز أسميها وسيقة الاستثمار الآمن لكن هل هناك يعني تواصل جيد مع مجتمع رجال الأعمال هذا هو السؤال إحنا أدرك شوفنا لما نيجي نشوف المين اللي كان موجود في المؤتمر النهاردة اللي كان موجود من أول القيادة السياسية للتشكيل الحكومة كله برئاسة دولة رئيس الوزراء ووجود رجال أعمال ووجود رجال صناعة ووجود موسلين للشعب اللي هم من مجلس النواب ومن مجلس الشيوخ وكافة جمعيات التحالفات العمل الأهلي فهذه التوليفة اللي كانت موجودة من كافة كينات المجتمع والقطاعات التنفيذية والتشريعية والقطاعات اللي هي العاملة الفنية هو ده اللي هيخرج منهم حل للرؤى اللي هي بتتعرض والمشاكل اللي بتتعرض يعني نستطيع أن نقول أن هذا المؤتمر المخرجات بتاعته هي روشدة اقتصادية تنفيذية لعلاج ما هو له علاقة وصلة بكل المشكلات الاقتصادية اللي هي خاصة بالتضخم خاصة بالركود خاصة بآليات كتيرة هتمتد زي ما حركت فضلت قلت إن ده موضوع ما هواش موضوع قصير أو هيخلص خلال فترة قصيرة ده موضوع ممكن يمتد لسنوات يعني إذا كانت الحرب العالمية الثانية امتد تأثيرها ثمانين عاما وبالتالي فما بلنا بحرب أوكرانيا وروسيا وبنتكلم كمان مش إحنا بنتكلمش في أوكرانيا وروسيا بس لأنت عندك مجموعة ورقود وتضخم ورتفاع أسعار الطاقة اللي هي قدت لما إحنا فيه فإحنا عندنا في مصر يعني عامل مهم جدا إزاي نحط خرطة الطريق للقطاعات الاقتصادية سواء القومية أو المحلية سمار محلي أو أجنبي وإزاي ما تبقاش الدولة هي المسؤولة عن الانتاج يعني يحصل تخارج كده واحدة واحدة ويحل مكان هذا التخارج اللي هي بنسميها سياسات التمكين يخش فيها القطاع الخاص وهذا القطاع الخاص قد يكون مستثمر محلي أو مستثمر أجنبي إزاي نطرح جزء من أصول هذه الشركات في البورصة إزاي الصندوق السيادي للدولة دلوقتي كلها ماشية في إطاره بتلم فيه الأصول كافة أنواع الأصول الغير مستغلة وتعيد طرح واستثمار هذه الأصول الغير مستغلة لتصبح إحدى مصادر الدخل القومي المحلي القوي اللي هو يساعدك فيه يعدل الميزانية بتاعتك ويساعده وعدل النبو في الجانب الاقتصادي نعم المؤتمر يمتد حوالي ثلاثة أيام هل هذه الفترة كافية لمناقشة كل هذه الموضوعات الضخمة التي تبدو معقدة؟ احنا بنقول إيه حضرتك اللي حصل ده على فكرة طف يعني هو طفرة زي أنت بتعمل إيه مثلا ما كنت أنا آسف يعني حد تعبين وخلاص حالته تعبينة فبيروح يعمل كونسولته يروح المستشفى صح؟ ويتجمع أطباقه في التخصصات المختلفة ويعمله فحص شامل عشان يقيم حالته فالكلام ده اللي احنا بنعمله ودي أساس الموضوع أن علاج موقف بشكل سريع وتحديد أليات الحل نعم أسأل حضرتك عن مدة المؤتمر ألا ترى أن المدة كان ينبغي أن تكون لفترة أطول لمناقشة كل هذه الموضوعات والاستفادة في دراستها؟ هو بص حضرتك احنا دايما نقول إيه الداء معروف الداء معروف لكن إحنا عاوزين كل اللي بيحصل ده هو امتداد للحوار الوطني من خلال متخصصين بكافة أطياف المجتمع نعم أنه ينقشوا بمنتهى الشفافية والوضوع ما هي المشاكل التي يتعرضون إليها وبتعطل الاستثمار بتاعهم وإزاي نحط أليات وحلول لجذب الاستثمارات وإزاي يبقى فيه سقة ما بين المستثمر المحلي أو الأجنبي بينه وبين الدولة ويحس أنه هو بيعمل استثمار آمن هل نتوقع بعد هذا المؤتمر قرارات اقتصادية معينة؟ بالفعل لأن هذا المؤتمر في توصيات والتوصيات دي هتنبسك من أراء المتخصصين الفنيين والتشريعيين والممثلين عن الشعب اللي هي موجودة في مجلس الشورى ومجلس النواب وبالتالي كل الرؤى وكل الاقتراحات اللي خاصة بالخروج بأليات حل هتبقى واضحة جدا لأن احنا معنا في المؤتمر كمان المؤسسات الدولية اللي خاصة بالتمويل ويمكن احنا شوفنا في الجلسات بتاعة المؤتمر كان موجودة النهاردة الدكتور محمود موحددين وكان بيناقش حاجات مهمة جدا زاتة صلة بالاقتصاد العالمي والمحلي وما هي آلية الخروج من التضخم العالمي ده وزاي نخفف على المواطن من وطقة هذا التضخم بمعنى ايه الكلام اللي انا بقول ده عشو ببقى الصعب شوية احنا الاحداث اللي بتحصل برا والتضخم العالمي اللي بيحصل برا وارتفاع الأسعار بتاعة المنتجات دي لو احنا استوردنا هذه المنتجات وفضلنا على معدل الاستراد بكميات عالية يبقى أنا كده بحمل الدولة وبحمل ميزانية الدولة وبحمل المواطن جزء من المشاكل الاقتصادية الخارجية اذا ما الذي يجب ان نفعله في هذه الفترة الذي يجب ان نفعله ان احنا بنرشد من عملية الاستراد بهدف توطين الصناعات المحلية وبهدف ان يبقى عندك التركيز ان يبقى عندك منتج بحلي وله الاولوية وتبدأ تعمله نقاط جذب عشان نبدأ نقلل من الاستراد من الخارج عشان ما نتحملش بالتضخم اللي بييجي مع الحاجات اللي بتيجي بالخارج اسمح لي نتوقف امام احد الارقام الوردة في المؤتمر والتي تحدث عنها الرئيس قال ان ما انفق في الدولة خلال السنوات السبع الماضية بلغ نحو سبعة تليونات جنيه نعم الى اي مدى يعني تقيم هذا الرقم وعوائده ايضا تمام حضرتك احنا يعني في اي دولة حديثة فيها حداثة او احنا دائما الدول بنقسمها ايه نقول الدولة الدولة متقدمة الدولة دي دولة نشئة الدولة دي دولة نمية الدولة دي صاعدة يعني بنبشرها بمستقبل ايه صاعد في الناحة الاقتصادية نعم عشان انا اقول على الدولة دي دولة صاعدة لازم يتوفر لها مقومات اساسية تخص البنية التحتية تخص البنية التحتية بمعنى ايه الموضوع لا ينحصر في ايتم واحد او في محور واحد اللي هو الاكل ولا ينحصر في اللبس بس ولا ينحصر في التعليم بس او لا ينحصر في العلاق بس البنية التحتية اللي شايلة المية واربعة مليون مواطن دولة لو ما كانتش بتحدس وما بيتعملش قواعد عريضة لعمل مشروعات تستوعب المية واربعة مليون اللي هم كل سنة بيزيدوا اثنين واحد من عشرة مليون مواطن وبنية اساسية كنا هنبقى في كارس نعم كنا هنبقى في كارس ومشروعات كهرباء وطاقة وغيرها يعني احنا بنقول ان كل خمس سنوات مصر بتزداد حداشر مليون مواطن يعادل دولة وبالتالي ان لم يكن هناك طرق وان لم يكن هناك مدن جديدة نعم وان لم يكن هناك مشروعات قومية زي اللي حصلت فيه نعم الزراعة احنا بنتكلم على في هذه الفترة اللي فاتت لإضافة واحد مشروع الواحد من نصف مليون فدان نعم من هنا ايضا تأكيد لكلام حضرتك الرئيس اشار في كلماته الان توسيع المساحة التي يعيش عليها الشعب المصري يتطل التطوير المزيد من البنية الاساسية ليس لتحفيز الستمار فقط ولكن ايضا لتسهيل حركة المواطنين وربط المحافظات بالفعل انت بتكلم على مليون كيلو متر مربع احنا عايشين على ستين ستين الف كيلو متر مربع من المليون لو فضلك المنوال ده على كده الناس هتبقى فيه تكدس وزي على سبيل مثال مثلا الكاهرة ان لم يكن يحدث هذا التحديث في الشرايين بتاعتها اللي هي الطرق الداخلية كانت الكاهرة دي تقلبت لجراش كبير والمشوار اللي كنا بنروحه دلوقتي في نص ساعة ممكن نروحه في ساعتين ونص وده انفاق يعني تعطيل وسيلة المواصلات والتعطيل والمواطن والكلام ده كله اما تيجي الترجمة للغة اقتصادية ده تعطيل لمورد نعم اناقش مع حضرتك ايضا محور اخر يعني يجب ان نتوقف امامه كثيرا وهو مرونة الاقتصاد المصري وزيادة تنفسياته ما المقصود من الناحية الاقتصادية بزيادة المرونة والتنفسية المرونة انه اولا فينه اعين من الاقتصاد فيه اقتصاد استاتيك استاتيكي يعني واقف كده نمطي وفيه اقتصاد ديناميكي الاقتصاد الديناميكي اللي هو بيتغير تبقا لمتطلبات الظروف ما هواش حاجة ثابتة عند نمط واحد وفي نفس الوقت ما فيش اقتصاد بينفز بلغة المال بس المال ومع تشريع وانا اتخيل وده رأيي حضرتك ان التشريعات والقرارات المنفذة لكافة المشروعات سواء كانت صناعية او سواء زراعية او سكنية او طبية او 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 ان لم يكن لها مرونة في تشريعتها مرونة في تشريعتها ممكن يحصل خلل في دائرة الاقتصاد وده اللي كان بيكلم عليه سيادة الرئيس النهاردة وده الجديد اللي احنا بنتكلم فيه ان احنا كنا زمان بنتكلم على الشباك الواحد هل الشباك الواحد ده بالفعل موجود هل النهاردة انت مستثمر محلي يعني تقصد موجهة البيروقراطية ايوه وبالتالي لابد وده اللي بيحصل في احدى محاور المؤتمر ان ما يبقاش فيه فساد ما يبقاش فيه بيروقراطية يبقى فيه عمل تنفيذي سريع ما يبقاش فيه وزارات منعزلة ان الكلام يبقى كله فيه جزر منعزلة لا لا ما ينفعش الكلام ده كله هيتعمل تشريعات هذه التشريعات وهذه الكوارات الوزرية الغرض منها هو التسريع من اتخاذ الاجراءات والحفاظ على حقوق المستثمر سواء المحلي او الاجنبي شكرا جزيلا لحضرتك الدكتور احمد ابو اليزيد الاستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس ورئيس الهيئة الاستشارية العليا لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية شكرا جزيلا لحضرتك الدكتور ومشاهدين بعد التقرير التالي نواصل حوارنا في تحليل اهم المحاور والموضوعات والقضايا التي نقشت على مدار ساعات اليوم في المؤتمر الاقتصادي مصر عشرين اثنين وعشرين ابقوا معنا